هذا وقد أكدت الدكتورة كوثر العيد استشارية الصحة العامة في وزالة الصحة خلال استضافتها في برلامج وطني أن التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية أحدث ارتفاعا مؤسفا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين هذا التهاون وعدم المسئولية الجماعية اللي خلوها فقط على فريق معين أن نأخذ المسئولية ونساوي دورهم في المجتمع هذا اللي احنا نحبين أن نركز عليه المسئولية مشتركة المسئولية مجتمعية التهاون غير مطلوب في هذه اللحظة احنا مملكة البحرين وصلنا إلى يعني قطعنا مشوار طويل وصلنا إلى في مصاف الدول المتقدمة اللي كافحت من أجل السيطرة على هذا الفيروس من أجل أن نحن نقلل هذه الحالات وفعلا في الأيام اللي قبل الماضية وصلنا إلى هذه الأعداد القليلة وكل أشاد في هذه الأعداد أنها قاعدة تقل ومعدل التعافي قاعد يزيد ولكن في الأيام القليلة الماضية ابتدت الأعداد تتزايد وهو بسبب التهاون في هذه الإجراءات الاحترازية اللي احنا نبقيهم المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين علشان اسم مملكة البحرين يبقى في مصاف الدول المتقدمة لازم احنا نواصل في هذه الإجراءات الاحترازية نلبس الكمام انتباعد اجتماعيا على الأقل مترين بين كل شخص والثاني القسيل يدين باستمرار الأسطح نستمر في تعقيمها وتنظيفها نتجنب الازدحامات والأماكن المزدحمة كل هذه لازم احنا نخلي المواطنين والمقيمين أهم يستشعرون هذه الحالة ومنهم ومن نفسهم تزيد عندهم المسئولية وتكون مسئولية مجتمعية وليست فقط على الفريق الطبي وحده ترجمة نانسي قنقر